ليس شيئا مرتاح ولكن اظن منك تقضي مدة طويلة في واحد الحاجة فسيأتي واحد نهار للانسان انه يفكر يمكن انا هضرت عليها شوية مبكر فهذا هو اللي خلال الناس يتكلموا عليها بزاف ولكن اظن اي واحد سيوصل الى واحد المرحلة انا عطيتك مثلا دوزي دي 10 سنة كما كاش عنده مشكل يجلس مدة طويلة الآن يعني الان الانسان ما حدوك يزيد في العمر دي وما حد نظرة ديالو الحياة كتبتل كيتبقى تشوف بعض الان كان بحواج جزويني في الحياة مش دائما لأعمال ولكن كما كتعرف حنا عندنا التزامات عندنا دي كونترا عندنا التزامات مسنين مع ناس اللي خدمين معنا عندنا اكيب كبيرة اللي خدمين معنا فما يمكنش يعني هكا تنوت الصباح تقول غادي نعتازل ولا منزيدش بالعكس ولكن كتحاول بعض المرات كتبقى تنقص بشوية وأي واحد اظن هدي يجي واحد له قتال اللي غادي يفكر انه يعتازل ويدير حيات دياله الشخصية وانه يعيش بعيد على الأضواء ويرتاح في حياته يعني تعرفوا الفنان دائما الأضواء موجهين إليه أنا كل مرة كل سيمانة جو سيمانة يوصلني خبر ديال الزواج وكل مرة هوا تزوج هوا تطلق هوا ولده فأنت دائما كتكون فنان هكا برسونالي ديبليك كتكون ملك ديال الجمهور ملك ديال الناس ملك الصحافة أظن الإنسان يجي واحد لوقيته يعيه يعيام هذه الحياة ويبغي يمدلهمه يعني هذه سنة الحياة فأظن أي واحد كي يجي واحد لوقيته أنه يفكر في الاعتزال شكرا للمشاهدة